يستضيف الغاتسية مساء اليوم منافسه السالمية ضمن الجولة السابعة من القسم الثالث لكرة القدم ويسعى الأصفر لتضميد جراحه وإرضاء جماهره بعد خسارته القاسية في نص نهاية كأس سمو الأمير أمام نادي الكويت أما السماوي فيرغب في الخروج من ذيل الترتيب في مجموعة البطولة وتأكيد عودته للانتصارات بعد فوزه عن العميد في الجولة السابقة ما زلنا في دور زين حيث عزز ناد الكويت من صدارته المسابقة بعد فوزه على الفحيحيل فيما تعادل العربي مع كاظمة في مباراة مثيرة إلى التفاصيل عودة منافسات دور زين الممتاز شهدت فوزا مستحق للكويت أمام الفحيحيل الحافظ به على صدارته بثلاثية مقابل هدف تناوب على تسجيلها محترفي الفريق طاه الخنيسي وعمر عبد الفتاح كانت كفيلة بمنح الأبيض النقاط الثلاث وفي ثاني المواجهات كانت تعادل سيدة الموقف بين العربي وكاظمة المطاردين المباشرين للكويت حيث لم يكن التقدم بهدفين لشبيب الخالدي ودمبلي كافيا للبرتقالي بعد عودة العربي القوية بهدفي بدر طالق ومحمد الصولة لذاني أبقيا صراع الدوري مفتوحا على كل الاحتمالات يمكن بارا ما كانت سهلة بغض النظر النتيجة في فرق قولين الصالح نادر الكويت لكن مثل ما تفضلت الحمد لله من معنويات الفريق عالية بعد حصولنا على بطولة حضرة سيدي صاحب السمو هذه جولة فيها ثلاث نقاط حالها هل أي جولة خلصناها اللهم الكحامد نجزنا المهمة على أكمل وجه عندنا ثلاث نهايات الحين إن شاء الله نركز نفس التركيز الأقوى قدمنا مباراة توقع ممتازة خصوصا عقب ما تحقق النجاز تتخوف المباراة اللي عقبها بس الحمد لله لها عبين رجال وكل ما قصر الحمد لله على الفوز اليوم الكويت يستمر في صدارة دولة زين الممتاز وخلفه كلهم من العربي وكارما مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة عدنا نزي لتلفزيون دولة الكويت